الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا فقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع أسئلة إخواننا وأخواتنا السيد فيصل من ولاية وهران يقول شيخنا عندي عيب أنني عندما أكون في جلسة مع إخواني وأصدقائي أكثر من ذكر عيوب الناس وحاولت أن أقلع عن هذا الذنب لكن دون جدوة فبما تنصحون سيدي الشيخ هنا فيصل وهذا يدل على أن هنا فيصل معدنه طيب يقير يقول لك أنا عندي واحدة لعيب وش هو لعيب هذا يقول لك أنك يكون مع أجماعة يقصر مع أجماعتي ومع أصدقائي وحبابي سواء في الخدمة أو في الحومة أو لا نذكر عيوب الناس نذكر فلان وفلان وفلتان هذه اللي اسمه العلاماء الغيبة هو يقول هنا فيصل نصحونا كيف هنديرو باش نقلع على هاد المعصية كما تعرفوا بأن اللسان هذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه كما جاء في الحجل الذي يرويه المهم البخاري ومسلم في صحيحيه ما قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رؤية ذات يوم يبكي سيدنا أبو بكر الصديق ما أدراك يقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لوضع إيمان الناس جميعا في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبو بكر رؤية ذات يوم يبكي قل له يا أبو بكر ما يبكيك فأشار أخرج لسانه أدلع لسانه فقال هذا الذي أوردني الموارد هولي يهلكني لساني هذا لكان هذا أبو بك الصديق فكيف يكون حالنا نحن الضعافة نحن المذنبون نحن العصاع لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وينادي أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لذلك العلماء الذين ألفوا في الكبائر اتفقوا على أن الغيبة ونبهوا إخواننا وطالبة العين ما نقولوش الغيبة نقولو الغيبة بكسر الغين الغيبة ضد الحضور هذه الغيبة اتفق العلماء ومن ذكر ومن ألف في الكبائر أن الغيبة هي من الكبائر كما نقال ذلك إمام الذهبي في كتابه الكبائر وكما نقال ذلك الإمام بن حجر الهيتم في كتابه الزواجر في النهي عن الكبائر إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت وصنفت في هذا المضمار ولذلك ربنا عز وجل قال وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَنْ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمْهُ الإنسان ليغتاب وليقطع فخوه ولا يذكر عيوب فخوه شخل أو يأكل في لحمه وميت والعياد بالله إذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام الحافظ الحج أبو الحسين مسلم الحجاج القشير في صحيحه من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره في المجلس إذا ذكرت عيب خوك هذه تسمى غيبة بعض الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن كان فيه ما أقول بعض الناس لما تكون في مجلس يبدأ يذكر عيب تعفلان تقولوا اتقي الله يقول كل أغلين هذر الصح إذا تهذر الصح هذه الغيبة أما إذا تهذر الصح تسمى بهتان هذا والعياذ بالله فقال النبي عليه الصلاة والسلام المسؤيل قيل يا رسول الله إن قلنا فيه حقا ما يفعل قال إن قلت فيه إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته أما إن لم يكن فيه ما تقول والعياذ بالله فقد بهته يعني هذا بهتان عظيم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج كما جاء في الحديث يرويه أصحاب السنن لما عرج به إلى السماوات العلة في الإسراء والمعراج رأى أقواما لهم أصابع من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء شكون هؤلاء من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين يقاعون في أعراض الناس إذن قولوا الخونة فيصل لابد أولا تشعر وتستحذر هذه الأحاديث وهذه النصوص القرآنية في الوعيد الذي توعده الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين يغتابون الناس ولأولئك الذين يقعون في أعراض في أعراض الناس كذلك العلماء قالوا إذا كنت في مجلس وعرص بليه ذلك المجلس كون تجلسوا تجلس مع صحابك هذوك تغتاب يقول العلماء لا بد أن تبرح ذلك المجلس خلاص كما يقول المثال الباب ليجيك منه الريح سدوا واستريح مدم على بنيك نروح المجلس نقطع في الناس ونغتاب الناس ونذكروا عيبنا ما نعجل نحضر وننتهلنا هذا هو لذلك ربنا عز وجل أمرنا أن صاحب الصالحين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل كذلك نوصيه أخونا فيصل أنه يلتجأ إلى الله يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا المرض العضال ومن هذا المرض القلبي ومرض اللساني الذي هو فتاكن في الأفراد وفي المجتمعات والله نسأل العافية السؤال الثاني الأخت أم الخير من الأغوات مليئة الأغوات تقول توفي زوجي وأنا حامل في الشهر السادس فبعد ثلاث أشهر وضعت الحمل وبعضهم قال لي لم تتم العدة لابد أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة وأنا قلت لهم أن العدة تمت بوضع الحمل أجيبونا بارك الله فيكم الأخت أم الخير تقول توفى رجلها وصالة الله تبارك وتعالى أن يحشره مع النبيين والصديقين والصالحين وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة تقول توفى رجلها وهي حامل مسكينة كانت حامل في الشهر السادس وكما تعرفوا العلماء في باب العدة عدة المتوفى عنها زوجها قالوا أن المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا عدتها أربعة أشهر وعشرة قال تعالى والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لكن قال في آية أخرى وأولاة لحمالي في سورة الطلق أجلوهن أن يضعن حملهن إذن الحامل عدتها تنتهي بمجرد وضع الحمل أنت يا لك في ستشهور في تسعة شهور وضعتي الحمل يعني تلتشهور بعدها وضعتي الحمل خلاص خلاص العدة ديالك انتهت عدتك كما جاء في حديث الصحيحين أيضا كما أذين لبعض الصحابيات في ذلك وهذا بإجماع العلماء هذا بإجماع العلماء نعم وقع الخلاف في صدر في صدر خلال الخلافة ثم أجمع العلماء ولذلك هذا رأي الأيمى الأربعة أن الحامل بمجرد أن تضع حملها انتهت عدتها إذن نقول أختنا أم الخير ما فعلتيه هو الصواب أن بمجرد أن وضعت الحمل قد انتهت عدتك سواء عدة طلاق أو عدة وفاة الزوج عدة المتوفى عنها زوجها لقول الله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إذن نبهو الناس أنهم يتكلموش في الدين جهلا يعني هي مسكينة تعرف الحكم لكن الناس قالوا لها لازم تسني 14 و 10 أيام لا إذن الإنسان لابد أنه يسأل الفقهاء والعلماء والحمد لله الأغوات ملئة ومليئة بالمشايخ والعلماء والصالحين إذن لابد نرجع إلى العلماء ولابد نتعلم نرجع الفقهاء والعلماء كما الإنسان الطبيب الطبيب أنا مجلسي نتكلم في الطيب صح الطبيب مجلسي نتكلم في الفقه المهندس مجلسي نتكلم في الطيب وهكذا لكل إختصاص وهذا معنى قوله تعالى فأسألوا أهل الذكري أي أسألوا كل أحد بما هو مختص فيه هكذا علمنا القرآن الكريم وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله نسأل السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد والله نسأل أجعل بلدنا آمنا وسائل بلاد المسلمين والله نسأل يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والله نسأل يغفى عنا البلاء والوباء والغلاء وأن يصرف عنا شر الأعداء وصل اللهم وسلم وبالك على سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم جميعا